ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء أخرون في العالم في اجتماع افتراضي تشديد العقوبات على روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي وقادة كندا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا واليابان وحلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى رئيسة المفاوضية الأوروبية وعقب الاجتماع أعلنت الحكومة الإيطالية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى تفاهم واسع على ضرورة تشديد الضغط على الكريملين لا سيما عبر فرض عقوبات جديدة على روسيا من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات جديدة تتضمن قيودا على 14 فردا من المقربين من النظام الروسي شملت ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين وقالت الخارجية الكندية في بيان أن هذه الإجراءات تظهر أن كندا لن تتوانى عن معاقبة بوتين ومعاونيه عن تورطهم في الحرب على أوكرانيا هذا وأعلن مسؤول أمريكي أن سبعة طائرات محملة بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا ستتوجه إلى أوروبا في غضون 24 ساعة ترجمة نانسي قنقر